موسيقى اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمة ورحمة من الان والابد امين على الفرسيين انهم دعوا في عدد 24 دعوا ثانية الانسان الذي كان اعمى وقالوا له اعطي مجدل الله نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ على المسيح فاجاب زاك وقال اخاطئ هو لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا انني كنت اعمى والان ابصر ودي شهادة المولود اعمى زي ما ابتدينا في احد السوم المقدس بنحاول نربط بين مناسبة الاسبوع او الاحد مع احد اصفار الانبياء الصغار النهاردة المسيح امامنا هو مانح الابصار ولمعجزة شفاء المولود اعمى وحنربطها مع سفر ميخة احد اصفار الانبياء الصغار وقبل ما اكلمك على المعجزة والربط اعيز ادي لك كده مقدمة مبسطة جدا على سفر ميخة سفر ميخة من الاسبوع الانبياء الصغار هو سبع اصحات وكلمة ميخة هي اختصار لميخة اياهو معناها من مثل الله او من مثل الله والحقيقة السفر ده في نبوات كتيرة عن ميلاد المسيح يعني مثلا في اصحاح خمسة عدد اتنين يقول نبوة نسمحها كتير في الميلاد اما انت يا بيت لحمة افراطة وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوزة فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل الصحة خمسة عدد اتنين دي نبوة في العهد الادين نبوة تانية في نفس السفر عن الموعز على الجبل يقول كده في ميخة اربعة اتنين وتسير امم كثيرة ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب الى بيت اله عقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبؤله لانه من سهيون تخرج الشريعة ومن ارشليم كلمة الرب دي نبوات جات في سفر ميخة نبوات قديمة في السفر في العهد القديم لكن بنشوف صداها وتحقيقها في العهد الجديد نبوة تانية في سفر ميخة خمسة اتنين يقول عن المسيح رعي الخراف ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب الاهه واسبتون لانه الان يتعظم الى اقاصي الارض دي من ميخة خمسة اتنين عايزك تعرف زي ما قلتلك سابقا ان بعد الملوك الثلاثة شاول وداود وسليمان كانت مملكة اسرائيل مملكة واحدة تضم اصباط بني اسرائيل الاثنعشر لكن بعد سليمان وبعد ابنه ابتدت يحصل صراع فانقسمت الاثنين بقى المملكة الشمالية سمت مملكة اسرائيل وبقت السامرة هي العاصمة وكانوا يعبدون المرتفعات اللي هي الاماكن العالية اللي يحطوا عليها اوسان والجزء الثاني اللي هو مملكة يهوزة اللي هي سبطين لان الاولى كانت تتكون من عشر اصباط وكانت العاصمة بتاعتها ارشالي ميخة عاش في المملكة الشمالية وكان معصرا لاشعياء النبي وابتدى ميخة يتكلم ويعلن باسم الرب باسم الرب بقوة ويعلن ذلك لشعب يهوزة وشعب اسرائيل لانهم عاشوا في شرور كتيرة فبا يقول لكنني الان ما الان قوة روح الرب وحقا وبأسا لاخبري عقوب زنبه واسرائيل بخطيتهم دي في ميخة ثلاثة تمانية ولما بنجي نقرى السفر الحقيقة هو مجموعة كبيرة من التحذيرات والاتهامات لكن في نفس الوقت فيه رسائل الرجاء كتير قوي السفر فيه رموز فيه نبوات فيه تحذيرات وايضا فيه آيات الرجاء تعطي رجاء المولود أعمى اللي احنا بنحاول نربط المعجزة مع هذا السفر هذا الانسان الذي كان أعمى كان يحتاج الرجاء وفي الوقت المناسب منحه المسيح الرؤية والبصر السفر مليان مليان بحاجات كتيرة لكن أهم شيء أنه بينبه الشعب من أجل الخطايا اللي بيعملوها ومن أجل بعضهم عن ربنا بيلوم هيبقى فيه عقاب والعقاب ده إن الله يتركهم لتأتي أمة قوية تهدمهم وتهدم أرشالين وفيه عقاب وفيه عقاب عقاب على الأرض هنا ويسترسل السفر فيه الإصحات السبعة بتوعه وفي النهاية الحقيقة بيكتهد ويقدم لنا رشدة صغيرة كده على الإنسان المقبول أمام الله ودي حاجة لطيفة خالص تقرأها في إصحاح 6 عدد 8 يقول كده قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب ثلاث حاجات إلا أن تصلع الحق واحد وتحب الرحمة اتنين وتسلق متواضعا مع إلهك ثلاثة تعالى أشرحهم باختصار كده دي في ميخة 6 عدد 8 أول حاجة أنك تصنع الحق يعني تعيش بلا رياء بلا فرسية وطبعا إحنا هنصور هنشوف صورة صارخة للفرسية والريائية في معجزة شفاء المولود أعمى أول حاجة اصنع الحق كون مع الحق دايما نمرأ اتنين تحب الرحمة حب الرحمة يعني تتخلى عن القساوة التجبر وتتخلى عن القلب الحجر تتخلى عن هذا واحد تحب الحق وطبعا واضح لكم أن الحق هو شخص المسيح نفسه اللي كان دايما يقول الحق الحق أقول لكم لما بيجي علمنا الوصايا حاجة التانية تحب الرحمة وتحب الرحمة مش نظريا تحبها نظريا وعمليا تملى قلبك وتملى حياتك وتملى أيامك بالرحمة نمرأة تلاتة تسلك متواضعا تسلك متواضعا يعني تتخلى عن الكبرياء تتخلى عن تشامخ الروح لو أنت حطيت التلاتة دول دي خلاصة روحية قوية للإنسان اللي عايز يعيش ويا ربنا وخلاصة مختصرة وموجزة تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا ولو حطيت التلاتة دول وطلعت بيهم بس من السفر ده هيبقى ده كنز كبير قوي لحياتك أنك تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا ويجي في الصح الأخير في سفر ميخا يقول كده من هو إله مثلك غافر الاسم وصافح عن الزم لبقية مراسه لا يحفظ إلى الأبد غضباه فإنه يصر بالرأفة هقولها لك تاني من هو إله مثلك بخطب الله من هو إله مثلك غافر الاسم وصافح عن الزمب لبقية مراسه يعني إيد ربنا مستعدة دايما أنها تشيل تغفر الاسم ويصفح عن سلوكيات الإنسان ويبتدي بداية جديدة لا يحفظ إلى الأبد غضبه الغضب هنا له تعبير عن الخطيئة التي يصنعها الإنسان أمام الله وفي الآخر فإنه يصر بالرأفة هو زي ما بنقول جزيل التحنن يصر بالرأفة الله بيفرح وهو يقدم هذه الرأفات للإنسان التائب والإنسان العائد إليه تعالى نعمل رحلة بقى في المعجزة ونربطها بالسفر السفر ده في آيات جميلة جدا ومعزية جدا وآيات قصيرة أول حاجة أن هذه المعجزة اللي بتحطها الكنيسة في الحد السادس من الصوم بنسميه حد الاستنارة أو نسميه حد النور أو نسميه حد التناصير التسمية الشعبية لأن الكنيسة زمان كانت بتعمل برنامج لتعليم الموعظين عبر فترة الصوم كلها بحيث لما ييجي وقت حد المولود أعمى ينالوا بركة سر المعمودية فيحصل لهم نوع من الاستنارة وكأن المعجزة دي عشان توضح إيه اللي بتعمله المعمودية فينا يعني إحنا بنحرص على المعمودية وروح الشخص الطفل الصغير يتنصر علشان تماما يساوي مشهد الإنسان الأعمى اللي يصير بعد كده مبصرة بالضبط ليه بنحرص على المعمودية من بدري نعمد أطفالنا من بدري وهم عمرهم أيام علشان يتحول من العمى إلى النظر إلى الاستنارة ويبتدي حياته كلها مبصرة تعالى نمشي في المعجزة دهية هو بنقرها في الحد السادس وأنا حطتها لك في ست نقط ممكن تساعدك في استبيان تفاصيل هذه المعجزة الجميلة واحد الله يهتم بكل إنسان يقول لنا كده وفيما هو مكتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته واحد أعمى يمكن ما نسي في وسط البشر لكن ربنا عارفه وشافه ويقول لنا في سفر ميخة في ميخة واحد تمانية أمشي حافيا وعريانا أصنع نحيبا كبنات قاوي ونوحا كرعال النعام ودي حيوانات تفضل تتأوى وكأنها تنوح ده واحد أعمى والأعمى ده هوت موجود طبعا الأعمى ده هوت ما عندهش أي مصدر دخل عايش على الصدقات كأنه يسير حافيا وعاريا هو فعلا حافي وعاري من رؤية الحياة ورؤية الطبيعة وفي وسط الزحمة دي كلها يقول لنا كده رأى إنسانا أعمى شايفه عرفه كيله مخصوص لما رأى الإنسان الأعمى يقول لنا سأله التلميذ السؤال الغريب يا معلم من أخطأ هذا أم أبوه حتى ولد أعمى زي ما قلت في مرات سابقة إنه كان عندي اليهود فكر ارتباط الخطيئة بالمرض والمرض بالخطيئة بمعنى إن الخطيئة الإنسانية يصنحة إذا كانت خطيئة صغيرة أو بسيطة يبقى مرضه بسيط ده فكر يهودي وإن كانت خطيئة كبيرة يبقى مرضه كبير ده مولود أعمى ده تبقى خطيئة كبيرة خالص عشان كده سألوه سألوا المسيح أهذا أخطأ هو لحق يخطئ ده تولد أعمى أم أبواه يعني أبواه هم اللي أخطأوا وكانت النتيجة في هذا الإبن أنه ولد أعمى يسوع يرد ويقول إيه لهذا أخطأ ولا أبواه بيدفع عن المولود أعمى لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه نشوف عمل الله العظيم اللي هيبان خلال المعجزة في سفر ميخة في ميخة سبعة تسعة يقول كده يقيم دعواي ويجري حقي سيخرجني إلى النور سأنظر بالرهو ده بيكلم على وقت الشرور التي صنعها الشعب قديما لكن بيقول إن فيه رجاء إنه هيخرج للنور هيخرج من الضيقة سيخرجني إلى النور وسأنظر بالرهو دي في ميخة سبعة تسعة يخرجني إن النور يعني فيه أمل مدام الموضوع توضع في يد المسيح ففيه أمل إنه يخرج إلى النور ويشوف الحياة مرة أخرى طبعا كلكم واخدي بالكم إنه تولد أعمى يعني ما فيش جهاز البصر ما فيش كرة العين ولا التفاصيل بتاعة العين خالص فالمعجزة معجزة تدخل تحت باب الخلق خلق عينين زي ما هنشوف في سياق المعجزة ده بس مش الله يهتم بكل إنسان ويصحح المفاهيم مفهوم الخطيئة والمرض ده كمان يدينا درس عن أهمية النور وهو النور عايز درس ما كلنا بنحب النور بنحب النهار لكن المسيح هنا بيحاول إلفت نظرنا إلى النور الداخلي استنارة العقل استنارة القلب استنارة الفهم استنارة الحياة هو عايز يوصلنا للنقطة دي وهيبان طبعا خلال المعجزة في سفر أميخة يقول كده لا تشمتي بي عدواتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي خد بالك موضوع النور والمسيح يقول لنا ما دمت في العالم فأنا نور العالم أنا الوسيلة الوحيدة أن الإنسان ينال هذه الاستنارة ما فيش وسيلة تاني اقرأ اعرف ادرس سافر شوف كل دي حاجات خارجية لكن المهم استنارة الإنسان الداخلي والدليل على كده وبكرره بالستمرار أن فيه إنسان ممكن نوصفه ونقول فلان أعمى القلب يعني قلبه موجود وقلبه بينبض كل حاجة وقلبه شغال ومن لو كشف عليه طبيب قلبه هيبقى عشر على عشر ولكن أعمى القلب ليس عنده استنارة والاستنارة غير البصر والاستنارة أمر داخل المسيح يقول لنا ما دمت في العالم فأنا نور العالم ما دمت أنت في إيد المسيح أنت تملك هذه الاستنارة من خلال وجودك وارتباطك وحياتك في المسيح ميخا في عدد في صح 7 عدد 8 يقول لا تشمتي بي عدوتي ما هالخطيئة أصلها ظلمة إذا سقطت أقوم بنعمة المسيح إذا جلست في الظلمة فالرب نوره لي هيخرجني من هذه الظلمة زي ما قرنا قبل كده في ميخا 7 9 خلاصة العنصر الأول أن الله يهتم بكل إنسان ويهتم بحالته ويهتم أيضا بتصحيح المفاهيم يعني الحوار الصغير ده اللي بين التلميذ وبين المسيح وهذا أخطأ أم أبواء والمسيح يقول أنا ما دمت في العالم فأنا نور العالم ده كله علشان يصحح مفاهيم الإنسان أحد القضايا الكبرى في حياة البشر المفاهيم الخاطئة أو المفاهيم الناقصة أو المفاهيم الضيقة زي بالضبط واحد يبقى موجود في مكان بس المكان ده هو نور قليل جدا أو يكاد يكون معدوم ما يقدرش يشوف تفاصيل المكان لما يبقى فيه نور يبقى النور ده هو بيقدر يعرف التفاصيل وإحنا كبشر جميعا ومنذ آدم حتى نهاية حياة البشر النور هو تعبير عن الفرح يعني تبقى أنت فرحان في مكان بتعمل حفلة في مكان بتخلي نارة كبيرة بتزود النور عشان تعطي بهجة فالنور تعبير عن الاستنارة والاستنارة تعطي للإنسان بهجة وفرح زي ما هنشوف العنصر الثاني بقى شفاء هذا المولود أعمى يقول كده اذهب واختسل فيه بركة سلوام ده بركة في أخر البلد خد بالك الرجل المولود أعمى ده المسيح يجي وتفل على الأرض وعمل كرتين من الطين وحطوهم مكان العنتين اللي مش موجودين أصلا وطبعا موجودين على الجلد كده وهيقعوا فالرجل اللي سندهم ربما بأيديه وماشي في السكة حد واخده عشان يروح البركة اللي في أخر البلد عشان كل أهل البلد يشهدوا على هذا الإنسان المولود أعمى اللي معروف لأن الموضوع هيتغير بعد قليل يقول لنا كده في سفر ميخة يعود يرحمنا يدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم بيكلم عن رأفة الله وهو يقترب من الإنسان والخليقة الجديدة ويقول له تروح لغاية هناك لغاية البركة بتاعت المية علشان إشارة لنا لموضوع المعمودية الخليقة الجديدة من خلال المعمودية وده السر الأول اللي بيتمارسه في حياة الإنسان مجرد يتولد بعدها بأيام ينال سر المعمودية لو كان عنده ظروف خاصة ممكن يتعمد إن شاء الله بعدها بيوم واحد وبالصورة ده هي القديس جيروم له تعبير جميل أوي هيقول إنها نعمة المعمودية التي تشير إليها نبوة ميخة يعود يرحمنا يدوس أسامنا خذوا لكم من تعبير يدوس ده تعبير جميل أوي يمحيها يشيلها يدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا أو خطاياهم دي النقطة الثانية في النقطة الأولى اهتم بكل إنسان في النقطة الثانية يبتدى الخليقة الجديدة لهذا الإنسان العينين بقى في النقطة الثالثة ودي النقطة بقى طويلة شوية نتواجه مع الذين لهم عيون ولا يبصروا أنهم موجود أو دم شايفين الدني لكن لا يبصروا لا يفهمون اللي هم بقى نوعيات من الناس على وياي نسميهم كده العميان عن الحق العميان عن الحق أنا قلتلك في الأول الرشدة اللي قدمها النميخة قال تصنع الحق تقول الحق تعمل الحق تعيش الحق دول العميان عن الحق اسمع وياي الجران الذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجرس وياس سعطي ده بيكلمه نفسه رد عليهم ناس تانية وقالوا هذا هو ناس تلت قالوا لا ده يشبهه بيشككه أول حاجة في العميان عن الحق أنهم يشككه أما هو فقال إني أنا هو الرجل المولود أعمى نفسه قال أنا هو أنا المولود أعمى في سفر ميخة يقول اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاء بيت إسرائيل أليس لكم أن تعرفوا الحق مش مفروض تعرفوا الحق مش مفروض أنك تشوف الحق مش مفروض أنك تنطق بالحق أدي الفرسيين أدي الجراه نمرأة اتنين أو يعني في النقطة ده هي المسيح عمل المعجزة يوم سبت طبعا المسيح كان قدامه يعملها أي يوم بس أصد يعملها يوم السبت علشان يعيد تصحيح المفهوم أن السبت للإنسان أم الإنسان للسبت مين عشان مين طبعا واضح أن الإنسان مش عشان السبت ده السبت جعل لأجل الإنسان اسمع كده وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه في سفر ميخة ستة ستة صح ستة عدد ستة بما أتقدم إلى الرب وأنحني لإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة أتقدم بإيه هو أتقدم بمحرقات وانا فاهم عندي السنارة جوايا ويوضحها أكتر أن السبت هو من أجل الإنسان السبت يوم من الأيام بس يتعمل عشان يخدم الإنسان مش الإنسان يخدم السبت السبت شيء الإنسان إنسان الله خليقة الله هو بيتكلم أنه واحد يقدم مجرد أنه يقدم العجول أو المحرقات يبقى يتقبل بمعنى إيه الذين يصنعون التقوس بصورة جوفاء بصورة جوفاء فقط التقس ده عشان يساعدني في العبادة عشان أقدم عبادة حية عشان أعيش المفاهيم ده هي لكن هو ميخ هنا بيتكلم يعني من يتبع التقوس اللي هو تقدمة المحرقات دون إنحناء وسجود في قلبه هنا بيتكلم فيها ويقول أنحني الإله يعني بيمثل وهل أتقدم بمحرقات بعجول وخلاص هي الحكاية كده مش كده ده الحكاية من القلب فإحنا قلنا الأول الجراء اتناقشوا يا بعض دمرة اتنين الفرسيين الفرسيين بقى المتعلمين كانوا زمان يسموا الفرسيين دول المفرزين وكانوا يمثلوا بلغتنا المعاصرة الناس الوغدة بي اتش دي درجة الدكتوراه يعني ناس متعمقين في العلم بس للأسف للأسف متعمقين في العلم ولكن يعيشون الرياء كاملة اسمع كده ويايا فقال قوم من الفرسيين هذا الإنسان ليس من الله ده على المسيح لأنه لا يحفظ السبت خد بالك سابوا المعجزة وسابوا شفاء المولود أعمى وشافوا أن الإنسان أبصر شافوا هذا الإعجاز الكبير وحطوه على جنب لا ده مش حطوه على جنب ده ركنوه خالص ومسكوا في السبت المعجزة تمت يوم سبت آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ شك كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات وكان بينهم انشقاق الشك وصلهم للتحزب دول بيقولوا دول بيعيدوا زي ما بنسمع وزي ما بنشوف في أي موضوع يتوهوا الحقيقة معنى الحقيقة واضحة جدا إنسان أعمى ربنا شفاه أبصر خلصت لكن الشك يدخلك في دوامة والتحزب في دوامات اسمع كده ميخا يقول لنا في إصحاح ثلاثة عدد اتنين المبغدين الخير والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم آية صعبة شوية أراها تاني المبغدين الخير محبوش الخير بدل ما يقولوا الراجل مبروك الحمد لله على السلامة وكويس إنك أبصرت ودي معجزة سابوا كل ده والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ونزع الجلود هنا تعبير مجازي أو استعاري عن إن الإنسان اللي بيمسك وينهش في سير الآخرين كانوا بينزع الجلد زي ما تتمسك سيرة إنسان وتقعد تشوهها بأي صورة بنصوها كانك بتنزع الجلد ويكون الإنسان اللي بتشوه سيرته ده أو سمعته بتكون النتيجة إنك بتتحدث وتتكلم عن خطاياه الكثيرة وتكشفه وتشوهه نزع الجلد وده تعبير صعب للغاية يعني إنه نزع ستر كان الجلد ده هو الذي يسطر علينا يسطر على الإنسان فبياخد التعبير ده وده تعبير قاسي للغاية قدي الفرسيين الفرسيين اللي عقلهم وقلبهم ونظرتهم ديئة إن يوم السبت ما نعملش حاجة بس في حين إن الحاجة اللي تمت كانت معاجزة وطبعا وضح لحضراتكم إن زمان اللي كان في طب ولا طب عيون ولا في أطرات ولا في أطباء ولا ولا الحاجات ده هي تكلها فكانت معاجزة مبهرة إن الشخص يعرى تعالى خدنا الجيران خدنا الفرسيين تعالى بقى للوالدين الأب والأم والأب والأم يعني يعيني عليه لأنهم هيبقوا خايفين فلم يصدق اليهود عنه إنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر وبتدوا يسألوه هو ده ابنكم أيوه هو اتولد أعمى أيوه هو أبصر بس طب أبصر إزاي خافوا يدخلوا فخ ويقعوا في الإجابة فقالوا هو كامل السن اسألوه مهرموا الكورة في ملعب الابن ده يعتبروا ابن كبير سفر ميخة يقول لنا في ميخة ميخة أربعة عدد اتناشر هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون أفكار الرب إن الشخص ده يبصر يستنير ولا يفهمون قصده ما يفهموش قصده قصده إن إنسان مولود أعمى كان محروم إنه ينظر إلى الحياة ويعيش حياته الطبيعية لكن برغم ده كله برضو الموضوع بقى في شك سابوا الموضوع الرئيسي وعاشوا في القضية الضيقة جدا قضية السبت قلنا الجران قلنا الفرسيين قلنا الوالدين ده كمان جابوا الأعمى نفسه ويبتدوا يسألوه فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له اعطي مجدا لله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ خذوا بالكم بيكلموه علشان يحولوا بالإجابة هم كل الحكاية عايزين الراجل ده يقول عن مسيح أنه إنسان خاطئ بس إيه ده اختبر اختبر الحياة في سفر ميخا يقول اسمعوا هذا يا رؤساء بيت عقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم دي أوصف لفرسيين اسمع كده الذين يكرهون الحق أنا قلت لك الرشدة تصنع الحق تصنع الحق تعيش بالحق تحب الرحمة تسلك بالتضاع متواضع هم دول خلاصة الإنسان التلاتة دول هنا بقى الفرسيين بيشرحهم في سفر ميخا يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم فعلا بيعوجه مش ضيع عليهم الفرصة مش كان ممكن يأمنوا بالمسيح وبعملوا بهذه المعجزة مش كان ممكن يعيشوا في سلام ويفرحوا مع هذا الإنسان الذي صار مبصرا الرجل مولود أعمى وإفلهم كده وقول لهم بصوا يعني ما معناه أنت واجعته دماغي أنا معرفش غير أربع كلمات أنني كنت أعمى والآن أبصر بس أنا معرفش ما أحيان الواحد يتوه في الكلام يتوه في الأفكار يتوه في الشكوك يتوه ولا يبصر الحقيقة أو الحق اللي قال عليهم هنا يكرهون الحق قد إيه خطيتهم باقية ده النقطة الثالثة كلها التحقيقات الكتيرة اللي عملوها اللي سميناها عميان عن الحق سواء الفرسيين سواء الجران سواء الوالدين حتى المولود أعمى اللي جبوه ده هو شهد الشهادة الواضحة أنني كنت أعمى والآن أبصر النقطة الرابعة شوف دي كلها مراحل النقطة الرابعة الرابعة أنهم يطردوا هذا الإنسان يقول كده فشتموه وقالوا أنت تلميذ زاك على المسيح أما نحن فإننا تلميذ موسى بيفتخروا بموسى موسى في العادة الأديم ورحوا أقول له إيه أنت في الخطايا ولدت أنت بجملتك عشان تولد أعمى وأنت تعلمنا فأخرجوا خارك تردوه هنا يبين مقدار الشر والخطية اللي عاش فيها هؤلاء في سفر ميخا يقول قد بات بادة التقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمنون للدماء يستضون بعضهم بعضا بشبكة سفر جميل خالص وانت بتقرأ ليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمنون يعمل كمين للدماء كمين للقتل يكمنون للدماء يستضون بعضهم بعض بشبكتين عمليين في خاخ لبعضه الشكوك دي عبارة عن في خاخ عمل توقع دا وتوقع دا وضي دا وضي دا رؤساءهم يقضون بالرشوة الرؤساء يقضون بالرشوة يعني يحكموا يبقوا قضاء بالرشوة كهنتها يعلمون بالأجرة أنبياؤها يعرفون بالفضة عايشين في خطايا خطايا كلهم بكل أشكال وضعهم طبعا مسكو المولود أعمده ولولي يعني أنت اللي مولود في الخطايا خطايا خطايا يعني إنجاز التعبير إنها خطايا جاي تعلمنا رفضوا التعليم أرجوك تاخد بالك دا صنعوا الشر كرهوا الحق ورفضوا التعليم كم من مرة ربنا بيديك فرصة عشان ترجع عن خطايتك وعن فكرك تضيق كم مرة ربنا سمح إن تيجي قدامك فرصة إنك تستنير كم مرة كم مرة في حياتك كم مرة في علاقاتك جوة أسرتك في بيتك في عملك ممكن تكون مبصر ولكنك لا تعرف للحق طريقا انتبه أيها الحبيب الصوم فترة الصوم هي فترة إن الإنسان يكتشف ضعفه الفرسين هنا نمازج قدامنا رغم أنهم يبصرون ولكنهم عميان عن الحق تردوا المولود أعمى النقطة الخمسة إن المسيح يقابل الرجل اللي تشفى اللي أبصر يقول لنا كده فسمع يسوع أنهم أخرجوا خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب زكا وقال من هو يا سيد لأؤمن به قال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له على طول أؤمن شو بقى الاستجابة عصد اختبر ده اختبر النور ده اختبر العينين ده اختبر النظر أؤمن يا سيد وسجد له أرجع أقول لك الآية اللي قلتها لك في الأول في ميخة ستة عدد تمانية قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا أظن الطريق جميل أو والطريق سهل وواضح وهذا الطريق بعلاماته الثلاثة تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا والمولود أعمى هنا صار صاحب بصيرة وإيمان ويبتدي يعيش في هذه المراحل الثلاثة تحب الحق تصنع الحق تحب الرحمة تسلك متواضعا المرحلة الستة والأخيرة بقى اللي هي الخلاصة زي ما قلت لك أنا قسمتهم لك ست مراحل علشان إحنا بنحتفل بالمولود أعمى في الأحد السادس من الصوم اسمع بقى الخلاصة واسأل نفسك وعرف أنت فين أنت في جانب الإنسان المولود أعمى وأبصر ولا في جانب الفرسيين اللي اتولدوا مبصرين وظلوا عميان قال يسوع لدينونة أتيت وأنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا الذين كانوا معهم من الفرسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان كل دولة لم يكتشفوا أنهم عميان للأسف الشديد كل المراحل الفاتت دي ما اكتشفوش أنهم عميان انتبه أيها الحبيب لألا تكون واحدا منهم فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيب واحد أعمى خلاص ده مش شايف ما قالوش خطيب ما تحسبش عليه خطيب ولكن خد بالك معم الكلمات النارية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيئتكم باقية خطيئتكم باقية تنام وتعيش وتصحى وخطيئتك باقية مرحتش هل رحت مرة لأبدأ اعترافك وقعدت وياه وقالت له أنا اكتشفت يابونا الموضوع الفلاية كنت فهمه غلط وعنايا فتحت وشفت الصحة هل رحت مرة وقلت ده أنا عشت زمن طويل شايف الأمور كده ورغم أن كتير نصحوني وكتير نتكلموا إيايا كنت دايما أشكك فيهم وأعمل أحزاب وأعمل انشقاقات واكتشفت النهاردة أن أنا كنت غلطان اسمع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فاخطيةكم باقية إحنا بنعرف إحنا بنفهم إحنا أحسن من ده ومن ده ومن ده خطيتكم باقية وتعيش في خطيتك وتموت بخطيتك وتكون النهاية ظلام في ظلام انتبه اسمع كده في سفر ميخا يقول إيه لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية ظلام لكم بدون عرافة وتغيب الشمس على الأنبياء ويظلام عليهم ويظلام عليهم النهار اللي خطيتهم باقية ما عندهم ش شمس ما عندهم ش نور عايشين في ظلام على طول النهار بتاعهم مزلم يومهم ظلام ويناموا في ظلام عشان كده يظلوا في خطيتهم المبصر الحقيقي اللي هو المولود أعمى هنا هو الذي أبصر حقيقيا والعميان الحقيقيين هم اليهود الفرسيين الذين لهم عيون ولكنهم لا يبصرون خطية شديدة جدا انتبه انتبه لنفسك واعرف أن الصورة ده هي صورة الإنسان اللي يعيش في خطايا حرفية ناموسية والخطايا ده هي أنه لا يرى الحق وفكرك بالأسلوب اللي قدمه النميخة في نبواته وهو بيقول لنا خلاصة الإنسان الصالح أن تصنع الحق تبصر الحق وأنك تحب الرحمة تبقى الرحمة رفيق في حياتك اليومية وفي الآخر تسلك متواضعا أنا أسيبك مع الثلاث علامات دول تفكر فيهم وتقيس عليهم نفسك وتعرف حياتك مشي إزاي علشان ما يبقاش فترة الصوم وهي بتقترب من النهاية إنها تكون عدت عليك كده اكتشف في نفسك المواقف الفريسية الريائية اكتشف في نفسك حرفية السبت دور في حياتك واطل وقدم توبة واطلب الصنارة وافحص نفسك جيدا ويمكن السفر ده سفر ميخة لما تقرأ حاول تقرأ مرة أو اتنين خلال الأسبوع ده أو لغاية ما نحتفل بأحد المولود أعمى عشان تعرف مراحل الانتقال من الظلمة إلى النور عشان تكتشف إذا كان هناك ظلمة في حياتك فتحولها إلى نور بنعمة المسيح ده الأحد السادس في رحلة الصوم الكبير وإحنا بنربطها مع أصفار الأنبياء الصغار ربنا يكون وياكم وتكون الفايدة الروحية في حياتنا عملية وليست نظرية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد أمين